ما الذي ينبغي أن يسمعه؟ أعتقد الحديث عن الحضارة وما إلى ذلك لا يعني مجال السياسة وبالتالي يمكن أن نقول أن ما يمكن أن يسمعه بوضوح هو مسألة التوجه لحل المشكلة اليمنية من الجذور بمعنى أنه هو يتحدث عن ضرورة إيقاف الحرب في اليمن وهذا حديث بدأه منذ أن وصل إلى الإدارة الأمريكية لكن وكأنه يقاف الحرب في اليمن كأنه زرار ممكن أن يضغط عليه في أي لحظة أو يضغط به على الأطراف ومن ثم تنتهي الحرب المشكلة معقدة وأعتقد أن مثل هذا الخطاب هو نوع من الخطابة الاستهلاكي الذي يريد أن يكسب به بايدون وتكسب به الإدارة الأمريكية الصوات الرأي العام والمدافعين للحقوق ومنهم ضد الصراعات والحروب وما إلى ذلك أما الحقيقة التي ينبغي أن يتوجه إليها النقاش وهو مسألة أن من أشعل الحرب هي إيران ومن تغذي الحرب يوميا هي إيران ومن تمنع ميليشيا الحوثي من أن تتقدم أي خطوة نحو أي تفاوضات هي إيران وبالتالي إيقاف الحرب يبدأ من التوجه والضغط على إيران لا مجرد أن يعلن الرئيس الأمريكي هنا أنه مع إيقاف الحرب وأن الحرب في من مؤلمة وما إلى ذلك ثم يذهب ليفتح المجالات لإيران بعذر الملف النووي الإيراني ويرفع عنها بعض العقوبات أو يرفع اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب وحتى كان يرغب في رفع الحرس الثوري بأكمله من قائمة الإرهاب إذن المشكلة معقدة هناك خطاب استهلاكي وهناك ضرورات جميل ما تطرحه دكتور فارس ربما يقودنا إلى السؤال الأهم هل بالفعل بايدن مهتم بإحلال السلام في اليمن حقيقة؟ لا أتصور ذلك بالمعنى الفعلي بقدر ما هي مسألة ورقة تلعب بها الإدارة الأمريكية لغرض الضغط إما على حلفائها في المنطقة أو على إيران من جهة أخرى أو اللعب بها في إطار هذا الصراع الموجود في منطقة الشرق الأوسط لا أقل ولا أكثر